ميس الحربي مرحبا بك يا ميس مرحبا بك حسين مرحبا بك مسألة الاتخاذ الإجراءات من قبل الحكومة بعد حادث بيروت تفاصيل أكثر نريد أن نعرف بما يخص الحويات بالطبع أكيد حسين طبعا نقدر نقول هنا أن الموت والخراب الذي حل بأبها عواصم العرب بيروت لفت أنظر العراقيين على البلاد فشدد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على التحرك العاجل لحماية المنافذ الحدودية المكتدة بالمواد الكيميائية وبالفعل السلطات العراقية أمرت بوضع ضوابط لتخزين ونقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار هيئة المنافذ الحدودية بموافقة طبعا من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ على أن تقدم تقريرها للحكومة خلال 72 ساعة والهيئة الوطنية العليا للجمارك في العراق طلبت من جميع مراكزها الجمهوركية في كافة المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية بتزويدها بقائمة بالمواد الخطرة والجهات التي تعود إليها الهيئة أكدت أيضا أنها ستتابع هذا الملف وستوجه مديرياتها للعمل وفق ضوابط استيراد ونقل وتخزين المواد الكيميائية حسين طيب هذا فيما يخص رصد ردة فعل الحكومة على ما حدث في لبنان والإجراءات في الداخل يعني نقل هذه الحاويات إلى أماكن آمنة أريد أن أعرف منك يا ميس كيف تلقى العراقي ما حدث في بيروت حسين العراقيون تفاعلوا على كل المستويات وهناك طبعا هاشتاغات على منصة تويتر تطالب حكومة الكاظمي بتلافي أخطاء السلطات اللبنانية كما طالب العراقيون بضرورة إبعاد السلاح عن المناطق السكنية التي تسيطر عليها الميليشيات شخصيات شبابية نادت من ساحة التحرير تدعو الحكومة لتنظيف مناطق ومقرات الميليشيات من الأسلحة نتابع معكم وما نريد أن نشوف هذا المنظر بالعراق رغم العراقيين تألموا بتفجير بيروت وكأنما مدينتنا تم تفجيرها نحن شعب شعب عموم وما نتحمل يصير بنا نفس اللي صار في بيروت المناطق السكنية في أغلب دول العالم بها منتزهات وملاعب رياضية وكل شيء إلا العراقيين أفضل مكان يخزون به السلاح والعتاد هي مناطق سكنية وشعبية مثل مدينة الصدر والشعب والزعفرانية والدورة وغير من المناطق أيضا اتحاد طلبة بغداد طلب القائد العام للقوات المسلحة ومصطف الكاظمي والمسؤول عن الحجد الشعبي بإبعاد مخازن الأسلحة عن المدن فالعراقيون تحدثوا عن أنهم لم يعودوا يحتملون كوارث سياسة سيطرة الميليشيات وطلبوا الكاظمي بإبعاد الأحزاب وميليشياتها المسلحة عن التحكم بالعراق السؤال اليوم هل بالفعل ستأتي الخطوة الثانية بعد التحرك بلجنة عاجلة على المنافذ وستنتقل الخطوة الثانية إلى المدن لإخلاء المناطق السكنية المفخخة بسلاح الميليشيات الموالية لإيران يبقى هذا السؤال لك أحسن شكرا جزيلا ميس أشكرك أحسن أهلا وسهلا أهلا إذن إذن إذن